السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ أتمنى أن تكونوا بخير اليوم إن شاء الله سنقوم بتصحيح التمارين التي كلفتكم بها في الحصة السابقة لدرس تقريب مفهوم الطرح نبدأ حصتنا بالحساب الذهني لنحدد الآن مكمل العدد المعروض على البطاقة والذي يظهر أمامكم باللون الأحمر إلى العدد المحدد الذي يظهر باللون الأسود ما هو مكمل العدد خمسة إلى ثمانية نعم إنه ثلاثة جيد ثم ما هو مكمل العدد عشرة إلى عشرون فكروا جيدا العدد الذي يكمل عشرة إلى عشرون نعم أحسنتم إنه عشرة ما هو مكمل العدد ثمانية إلى خمسة عشر نعم أحسنتم إنه سبعة إذن سبعة هي مكمل العدد ثمانية إلى خمسة عشر نمر الآن إلى تقويم تشخيصي لما رأيناه في الحصاء السابقة تقومون بحساب هذه العمليات إما على الألواح أو على الدفاتر خمسة ناقص أربعة أحسبوا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة سنترح منها أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة لاحظوا الباقي بقي واحد إذن خمسة ناقص أربعة تساوي واحد نمر إلى العملية الثانية تمانية ناقص واحد أحسبوا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ثمانية سنترح منها واحد سنترح منها واحد إذن لنحسب الباقي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذن الباقي سبعة ثمانية ناقص واحد تساوي سبعة نحسب العملية الأخيرة سبعة ناقص خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سنترح منها كم؟ خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة لاحظوا الباقي بقي اثنان إذن سبعة ناقص خمسة تساوي اثنان بعد التركير بالحصة السابقة نمر إلى تصحيح التمرين الثاني في كيس علي عشر كولل أعطى لأخيه خمس كولل كم بقي في الكيس؟ هذا الكيس يتواجد فيه عشر كولل كما ترون أعطى لأخيه خمسة خمسة كولل إذن عشرة سنترح منها خمسة نكتب عشرة ناقص خمسة إذن سنشطب على خمس كولل في الكيس واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة أحسبوا معي كم بقي في الكيس واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن خمسة عدد الكولل التي بقيت في الكيس إذن عشرة ناقص خمسة تساوي خمسة السعين بالمستقيمات العددية لحساب ما يلي هذه المستقيمات ستساعدكم في الإجابة على هذا التمرين يمكنكم البدء من الطرح أو الجمع إذن سنبدأ من الطرح عشرة ناقص اثنان لدينا مستقيم عدد عدد التدريجات الموجودة فيه هي عشرة سنترح منها اثنان واحد اثنان لنحسب الباقي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن عشرة ناقص اثنان تساوي ثمانية من خلال الطرح سنجيب على الجمع كما ترون ما هو العدد الذي سنضيفه على اثنان لكي نحصل على عشرة هو ثمانية لاحظوا أن هناك تبادل ما بين الجمع والطرح والاختلاف فقط في الإشارات وموضع الأرقام كما قلنا سابقا الجمع عملية عكسية للطرح والطرح عملية عكسية للجمع عشرة ناقص سبعة سنترح سبعة من عشرة أحسب معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لنحسب الباقي واحد اثنان ثلاثة إذن الباقي هو ثلاثة إذن عشرة ناقص سبعة تساوي ثلاثة وسبعة زائد ثلاثة تساوي عشرة نمر إلى العملية الثالثة عشرة ناقص أربعة قلنا بأن عشرة هي عدد التربيعات الموجودة على المستقيم العددي سنترح منها أربعة أحسبوا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة لنحسب الباقي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن عشرة ناقص أربعة تساوي ستة وأربعة زائد ستة تساوي عشرة إذن الجمع هي عملية عكسية للطرح والعكس نمر إلى تصحيح التمرين الرابع كم خاصة ستبقى في الحديقة إذا أكلت السلفات أربع خاصات في البداية نحسب مجموع الخاصات الموجودة في الحديقة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة سنترح منها أربع خاصات التي أكلتها السلفات واحد اثنان ثلاثة أربعة نكتب تسعة ناقص أربعة إذن كم عدد الخاصات بقيت في الحديقة لنحسب معا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن بقيت في الحديقة خمس خاصات التمرين الخامس كم برتقالة يمكن لزينب رسمها ليكون مجموع البرتقالات في السلة عشرة إذن مجموع البرتقالات التي يجب أن تكون في السلة عشرة سنترح منها برتقالتين الموجودتين في السلة إذن عشرة ناقص الآن سنكمل رسم البرتقالات في السلة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة خمسة ستة ثمانية تسعة عشرة لنحسب عدد البرتقالات المرسومة في السلة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إذن سترسم زينب ثمان برتقالات في السلة إذن عشرة ناقص اثنان تساوي ثمانية ستقومون بإنجاز تمارين ستة سبعة ثمانية صفحة مئة وأربعة وغدا إن شاء الله سنقوم بتصحيحها وفقكم الله ورعاكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة